اللي بنتكلم مع أكتر عن أعماله الدرامية وتأثيرها على الرجالة خلي بالك أنت لما بتعرض مسلسل بتبين لون الست مثلا ما هيباره ومجنونه وبتاع فيقول لك آه بص هي الستات زي مثلا تامر وشوئية زي رجل وست الستات يعني تامر وشوئية ده حمل انقلاب أول ما نزل برض وراجل وست الستات سحدسوا على حرج فما بيصدقوا الرجالة بيقول لك آه بص الستات هي هي دي بقى الستات طب أنت في تامر وشوئية كنت مطلع ما يكسب يعني مجنونة مجنونة والراجل مش عارف يعمل معها ايه هل دي الستات بقى اللي هي الهايبر الستات اللي هي يعني أنا بشوف الستة المجنونة ليها طعم في الحياة يعني الستة العقلة دي أنا محبهاش العقلة اللي 14 سأل ايه وليس تبقى مجنونة هل نتساله ازاي يعني ايه تتساله ازاي يعني لا ايه بتدي روح يعني بتبقاش روتينية ما تحسش ان انت كده يعني ايه مكتب في مكتب في البيت لأ يعني درست الشخصية الهايبر دي يعني ساعة تامر وشوقية يعني وراجل ست ستات يعني كنت طول الوقت فيه مفرقات يعني الست وهي بتطلب فلوس الست وهي حالتها النفسية مش مظبوطة راجل ستات وتامر شوقية الاتنين معمولين بوارشة وارشة مؤلفين كان صاحب الهيدرايتر باقي وارشة كان عاما سميرة عطف فكل احنا نجي نقعد نشتغل عشان نكتب ونفكر في كل واحد بيجيب الستات اللي عنده في البيت ويحطها على التراويزة ونبدأ نشوف ست بتفكر ازاي ومش عارف ايه تمام يعني حالات حية بالزبط جدا مواصف في الاخر انت كمؤلف هتجيب يعني هتجيب من ايه انت لست تجيب من الحياة اللي حواليك ولا حتى نفسك بتجيب حاجات زي اللي بتصل في اي حتة في تلفزيون انت لازم تجيب حاجات من عندك فالواحد ايضا بيفكر في الستات اللي حواليه امه خالته وعمته ومراته وخطبته والبنات اللي عرفهم في المدرسة وهكذا فبنبدأ ناخد بقى ايه مثلا حاجة زي تامير شوئية الست المجنونة هي شوئية مثلا شعبية عيوة بس فيستات مجانين مش شعبية عادي يعني فاحنا بنجيب الجزء ده ونبدأ نلضمه ونشتغل عليه بس طبعا في اطار الشخصية اللي ممسوكة بتاعت شوئية اللي هي زي سبتة زي ما هي ونبدأ نحركها في المسلسط